الحقيقة منتخبنا بدأ معسكره يوم الاتنين اللي فات الحقيقة وكان فيه حالة من التفاقل الشديد تحت طبعا قيادة الفيتوريا روي فيتوريا مدير الفني اللي منتخبنا اللي يمكن خلاص كل حتى المحترفين نضموا وكان يمكن اخرهم من جميلة الكبير محمد صلاح وصل مبارح لمعسكر منتخب مصر والحقيقة كان وسط حفاوة كبيرة جدا جدا من كل الناس الحقيقة من زملائه ومن الجهاز الفني والحقيقة طموحات كبيرة جدا جدا مش هتكلم على صلاح هتكلم على صلاح طبعا وانجازات ودرج كبير ان شاء الله مع منتخب مصر لكن بطولة أمم أفريقيا الحقيقة 20-24 اللي هتبدأ ان شاء الله يوم الحد اللي بعد الجاي يوم 13 يناير في ساحل عاج وان شاء الله نكون ونستمر في هذه البطولة لغاية ان شاء الله يوم 11 فبراير يوم المباراة النهائية وان شاء الله بإذن الله تكون مصر متوجه بهذه البطولة حقيقة المعسكر زي ما بقول لحضراتكم المعسكر منتخب في مدينة مصر الأولمبية في العاصمة الإدارية الجديدة التدريبات بتقوم هناك على ملعب العاصمة الإدارية خلينا نقول وانا يمكن رحت هذا الصرح العظيم الحقيقة حاجة يعني تدعو للفخر الحقيقة لان من زمان الواحد ما شافش بنية أساسية بهذه العظمة الحقيقة استاد على أعلى مستوى 90 ألف متفرج ومش الاستاد بس أرضية أكتر من رائعة زي ما حضراتكم شايفين في الصورة استاد علامي يعني انت بص على الاستاد تقول ده استاد علامي الحقيقة فكل التحية لكل من ساهم في بناء هذا مش هذا الاستاد احنا بنينا مدينة أولمبية ودايما يعني الإدارة الحكيمة بتبص لقدام والملعب الحقيقة يمكن نال إعجاب روي فيتوريا بشدة واللعبين كلها طبعا أشادت ده هذا الملعب من أرضية الملعب لإمكانيات للمدرغات لغرف الملابس للاستشفى للحقيقة استاد على أعلى أعلى مستوى إن شاء الله يكون فال خير على منتخبنا بإذن الله وعايزين بقى نعرف كمان تفاصيل أكتر معنا محمد توفيق مراسلنا الحقيقة من المدينة الأولمبية في العاصمة الإدارية عشان يعرفنا الأجواء والشكل الرائع اللي احنا بنشوفه الحقيقة واللي زي ما بقول لحضراتكم استاد مصر يعني استاد على أعلى مستوى نال إعجاب كل اللي بيروح الحقيقة أنا بقول لحضراتكم أنا رحت وشفت الاستاد وجنب الاستاد في ملاعب فرعية على أعلى مستوى الحقيقة يعني شيء يدعو للفخر مدينة أولمبية تنتظر إن شاء الله مصر تستضيف الأولمبيات محمد توفيق معنا ولا؟ محمد أهلا بك معنا وعرفنا الأجواء وعرفنا الاستاد وعرفنا إيه الأجواء اللي منتخبنا إن شاء الله واستعداداته الأخيرة لأمم أفريقيا عشرين وعشرين وعشرين سهل الخير كابتن هاني من استاد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة حيات الحضراتك وكل مشاهدي قناة الناديل في كل مكان وهي التدريب بالمتخب الوطني الأول استعدادا بالطبع لبطولة كأس الأمة الإفريقية ولا التقام بإذن الله في كودفوار وكمان استعدادة المباراة والديها أمام تنزانيا المقارن لها بعد غدا الأحد في استادسة مساء على استاد القهارة بإذن الله رب العالمين يمكن أجواء أكثر من رائع كابتن هاني بجد يعني حاجة مفخرة لكل المصريين استاد أكثر من رائع يعني يمكن بنشكر طبعا القادرة السياسية والرئيس عبدالفتاح السيسي إضافة منشأة رياضية هامة جدا مش بس الاستاد الخاص بكرة القدم بسها كابتن هاني ولكن قرية أولومبية متكاملة فيها كل الإمكانيات على أحد الثراز العالمي أعتقد إضافة كبيرة جدا وإضافة مهمة جدا للرياضة المصرية وإن شاء الله ده يكون داعم لمنتخبنا الوطني وباستعد في مكان أكثر من رائع إن شاء الله يقدوا نتائج أكثر من رائع في البطولة وبإذن الله حققوا حدموا كل المصريين ويعودوا بإذن الله باللقب الغاري والبطولة التاملة لمتخب مصر على صعيد البطولات الإفريقية يعني ممكن الأجواء أكثر من رائع زي ما قلتها كابتن هاني ممكن النهاردة كمان كان قبل تدريب المتخب كان فيه زيارة رفعة المستوى للمتخب وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي وستاذ جمال علام رئيس الاتحادة المصر لقرط القدم وبعض أعضاء مجلس الإدارة وكمان كان موجود النهي بحمد دياب رئيس رابطة اللي عندها المحترفة وكمان كان موجود رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب المصري كان طبعا حفزوا اللاعبين قبل بدء المران وطبعا التقاب بعض الصورة التسكرية من بعدها كان فيه محاضرة لمستر روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب يتكلم مع اللاعبين طبعا عن أهمية هذه المرحلة وخلاص السادات بتختتم بشكل كبير جدا كابتن هاني ممكن تدريب يوم تدريب غدا ومن بعدها عطول مباراة تنزانية يكون فيه يوم أجازة ومن بعدها إن شاء الله الفريق يطير ليه كودوفور بإذن الله محمل بكل دعوات المصريين بأداء أكثر من رائع وبإذن الله كمان نتعج أكثر من رائع وزي ونتعج حققه حلمنا وحلم كل المصريين وتحقيق اللقب السامي اللي بطولة كأس الأمم الأفريقية كابتن هاني التدريب بدأ ببعض الجمل البدنية التدريبات أكثر من رائع ممكن عاز بس أطمنك إن كل اللاعبين الحمد لله كلهم قدوا التدريبات يعني الجزء المخصص لي وسائل إعلامي كاننا موجودين فيه كل اللاعبين أدوا التدريبات بشكل عادي جداً بسناء أحمد سامي مدافع المتخب هو بس اللي كان بيأدي تدريبات علاجية ولكن طبعاً يعني بطمنك على لعابة المتخب كلهم أدوا التدريبات بشكل جماعي وكمان بطمنك على ياسر إبراهيم محمد الشناء وموجودين فيه تدريبات الجامعية بشكل طبيعي جداً يمكن بعدها على طول بقى بدأت بعض التدريبات في الملعب ومن بعدها طبعاً يكون فيه تدريبات بالكرة وتأسيمها وهيختتم بعدها الجهاز الفني التدريب طبعاً السداد لمباراة تنزانيا لوديها زي ما قلنا ومن بعدها على طول إن شاء الله مباراة يعني من بعد تنزانيا السفر لكودوفور بإذن الله رب العالمين والسداد لبدء البطولة إن شاء الله وقولنا مباراة مصر أمام موزنبيق يوم 14 يناير الجاري بإذن الله رب العالمين زي ما قلت الحالك أجواء رائعة استاد أكثر من رائع إن شاء الله كمان يكون فيه الخير ويكون بإذن الله من استاد مصر هنا في العاصمة الإدارية ننطلق بإذن الله لحوة لقب التامن في كودوفور كمان بكرة إن شاء الله يا كابتن هاني ننتظر إن فيه زيارة رفعة المستوى للمتخب هنا في تدريب الفريق الأخير قبل مباراة تنزانيا وقبل السفر إن شاء الله لكودوفور يوم 9 يناير كل التوفيق لمنتخبنا بإذن الله أداء أكثر من رائع نتائج أكثر من رائعة وبإذن الله رب العالمين البطولة التامنة للمنتخب مصر كما هي كابتن هاني فضل شكرا جزينا لك يا محمد على كل هذه المعلومات يعني عرفتنا على الأجواء وأنا متأكد إن الحقيقة فيه روح تفاعل عالية جدا في معسكر المنتخب الحقيقة الكل بيستعد لهذه البطولة على قدم النصاق بداية من الجهاز الإداري اللاعبين الجهاز الفني كمان المسؤولين في الدولة أكيد يعني أنا الحقيقة بشكر كل من قام بتأسيس هذه المدينة الأولمبية الحقيقة فخر كبير جدا ويعني الناس اللي هتروحوا أكيد الجماهير هتروحوا وتشوف الحقيقة مفخرة وحاجة يعني أنا بشوفها حاجة إيجابية جدا الناس بتفكر اللي قدام بتفكر لاستضافة الأولمبيات اللي هو حدث أكبر حدث على مستوى الرياضة في العالم مصر بتستعد ليه بمدينة أولمبية على أعلى مستوى في العاصمة الإدارية كل الشكر للقيادة يعني الحكيمة في مصر الحقيقة وإن شاء الله بإذن الله يعني الواحد متفائل تكون أفضل من السنة اللي فاتت على جميع المستويات